إسراء إذا بدك أنا فين يوصلك على البيت لا كارلا خانم شكراً كتير إليك أنا بطلع بتاكسي وبروح لا تعز بحالك أبداً طيب ماشي على راحتك انبسطت كتير بشوفتك اليوم وبتمنى ترجعي تفكري بيعرضي مرتها أوكي تصبحي على خير وإنتي بخير مروح بشوفك كارلا تصبحي على خير تصبح على خير شكراً إليك ولو يعطيك العافية الله يعافي برأت على خير مظبوط راحت وأخيراً راحت وأخيراً راحت مرأت على خير مع أنه لو لموسى كنت رح أنفضح لا شو ألحكي هذا واجبي معناته أنا وزينه بدنا نستأزامنكم لأنه بدنا نمشي بالأذن لأكل لي هون ما شبعني أبداً بالعكس فتح لي شاهيتي في بيع كفتة المضيق بالسيارة عامل مطعمه بيعمل كفتة بتشهي بتاكله وأصابيعكم وراها شوريكم روحوا نجربوا لا أكل أنا بحب الكفتة بحبه كتير خلينا ناكل يبعط لك حم خرطش موسى اقتراح حلو أنا بناسبني لكن خلونا ناخد السيارة هم هلأ صرتي بتحب الكفتة كتير ستزانوا هلأ بس نفرع على الحارة ولا لا خليك تحبيه على أصوله ولا لا خليه تطلع من عيونك شبكي لش نجلأتي مو معقول هلقعدة شو حلوة استنى استنى اسمعوا شو رح احكي نحن الأربع حلق يعني يا ريت يا زينو لو بتكملي أكل الكفتة لأنو كلاياتنا شبعنا وصار بدنا نمشي يلا مو معقول رفقتكن قديش حلوة يا ريتني بعرفكن من قبل دخيلك وشوفي يا غبت عنا عشرين سنة فأنا برأي منعمل برنامج صغير ومنغطي فيها دي كلمة مافي شو رأيك نبدأ فورا بأول فقرة موسى زينو يلا منتصور سالفي يلا فورا يلا تاعي تاعي الصورة رح تطلع كتير حلو شباون هدون ما بعرف صورنا يلا ثانيا واحدين مع أنو يمكن يخرب التليفون من جمالي لا تخجلني اليوم حكيتي كلام حلو كتير بهنيتي وكمان خليتي الكل يعجب فيكي أسرتي فيهم يمكن مالك ملاحظة بصبزن بالأخير لقيت الشغل يلي بيناسبك أسرا والله جد ايه طبعا هي الجماعة بدون ياك بمشروعهم انت بتعرفي أهمية هالشي انت نجحتي بهالمشروع بنفسك وحتى نجحتي فيه غصبا عني بهداك اليوم كنت جريئة بالاجتماع وحكيتي ووصلتي ليش؟ لأنك جريئة يا أسرا وما بتخافي من أي حساب مروان كلامك حلو عن جد بصراحة ما توقعت انك تقلي هالحاكي بس مع الأسف ما لك جريئة بكل شي عم تتهربي ببعض الأمور مثلا؟ مثلا موضوع تركك للشغل إسرائي لهلأ انت ما عطيتيني تبرير مناسب برأيي اني أعطيتك التبرير المناسب من قبل ومضل شي بالملحة نحنا الاتنين منعرف انه مو هاد هو السبب الحقيقي إسرائي لا بنا يعني ليش ليش وما فهمت ليش تركتي الشركة جاوبي قديش صارت الساعة كأنه تأخر الوقت يعني أنا تأخرت لازم أمشي صار لازم أمشي زينو ورجي زينو شوفي هي شو حلو آه شو حلو يلا زينو امشي لازمي لازمي علي لازمي امشي يا الله منك زينو يا الله منك زينو رجع صويني قلتلك بدنا نروح حلص روحي متل ما لك شايفي زينب حاليا ما فيها تساعدك جاوبي عسوالي آه التليفون التليفون عم بيرن برأيي ما تتأخر انت لازم ترضى على تليفونك فورا لأن شكله التليفون ضروري كتير رد زينو اسراء هاي تليفونات شغل ما بتهم أم تمام آه اسراء اتصلت أمي فيني ولازم نروح فورا معناته كنت حاسة لأني سألتك قداش الساعة لأنه تأخرنا لك أم ما اتصلت ولكن احنا لازم نروح يلا خلينا ناخد تاكسي بالإذن منكم يلا امشي انا بوصلي ايه خلي مرواني وصلنا منوسع كلها يادنا ايه والله ايه مروان بوصلنا ايه شوفي زينو احنا كيسيتي معي حغيرة أحبي منيحي اللي جبتك معي لو ما جبتك كنت يعمل بناكي اكيد كنت رحضيع زينو خلصوا ليه يلا تفضل يلا تفضلوا تفضلي زينو يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإختارات لتكون أول من يشاهدها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة